بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على نبينا الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صباح النور والسرور صباح الورد والحب والدفء والحنان وشراكم بخوتي اخواتي ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وانتم ما تشوفوا في هذا الفيديو نزيد ونقول لكم مبروكة عليكم من التأهل مبروكة علينا كاملين انا مزلت فالحانة لحد الان في خشمه اخواني اخواتي رحبوا كل من انضموا لينا في القناة من جديد نقولهم اهلا وسهلا بكم ونشكركم كاملين المتتبعين والمشتركين كاملين وما تنسوش اللي متتبعين وراهم مش مشتركين اشتركوا خوتي اخواتي باش تلحقكم كل حاجة جديدة تلحقكم في وقتها ان شاء الله ما تضلوش تحوسوا على الفيديو ما تضلوش تكسرو في ريصانكم غير تشتركوا فعلوا الجرس يلحقكم كل جديد في وقته اه خوتي اخواتي ما تنسوش لباقتاج كما العادة ودعم خدكم دعم القناة ان شاء الله بالجام والباقتاج اروحوا للفيديو تاعنا اليوم اللي هو تاريخ دفع المكافأة بتاع 100 اورو والتي صرح بها السيد الوزير المكلف بالحسابات امس عن دفع مكافأة 100 اورو ابتداء من يوم الاثنين يعني ابتداء من اليوم 13 ديسمبر 2021 لكل الفئات من سكان فرنسا للعمال للمتقاعدين للعاطلين عن العمل للطلاب العمال اللي يخدموا على حسابهم الخاص المستفيدين من المساعدات مثل الاغاسا الاء اساس واء ااش والعمال في الوكالات تاع الانتريم الذين هم يعني متوقفون عن العمل سواء عطلة النغيد مالادي ولا اكسيدون دي تخباي والذين ولا واتي في عطلة الامومة يعني كونجيد ماترنيتي واللي ادسوانيون العمال يعني اد ميناجر اللي يخدموا في المنازل راح نشرح لكم بالتفصيل المسؤولين والوكالات اللي راح تدفع هذه المكافأة بالتفصيل نبدأ وعلى بركة الله كما تعلمونا اخواني اخواتي الحكومة الفرنسية وعدت وصرحت على هذه المكافأة بمئة اورو لعدد من سكان الفرنسا واللي يقدر بثمانية وثلاثين مليون فرنسي امس الوزير المكلف والمسؤول بالحسابات فيما يخص صرح فيما يخص المكافأة تعمية اورو للناس والوصالة غتاحهم اقل من الفين اورو يعني نات الفين اورو صافية سواء عامل ولا مش عامل ام فيما يخص هذه المكافأة اللي يسموها هما او التعويض عن القدرة الشرائية واللي وعدت بها الحكومة الفرنسية للفئة الذين دخلهم من قل من الفين اورو نات شهرية اعلن البارحة ابتداء هذا الوزير ابتداء من اليوم الاثنين ثلاثتاش ديسمبر ستدفع هذه المكافأة وتصرف لهؤلاء الفئة اولا الطلاب نبدأ بفئة الطلاب اللي عندهم انبوغس يعني عندهم لابوغس تحهم سيكون دفع هذه المكافأة اليوم الاثنين يعني اليوم او غدا يعني الفين وواحد وعشرين ثانيا العمال اللي يخدموا لحسابهم الخاص العمال الخواص سوف تدفع لهم هذه المكافأة الاسبوع المقبل بحول الله كما صرح الوزير في نهاية هذا الشهر توصلهم بحسابهم القطاع العمومي يعني لفونكسيون بيبليك يتوصلوا بهذه المكافأة ترسلهم في شهر جنوبي كذلك المتقاعدون يعني اليغتختي راح يتحصلوا لهذه المكافأة في شهر فيفري بحول الله اما الناس اللي يخدموا في المنازل يعني كما الادميناجر راحين يغصف هما اللي رايحين يبعتولهم هذه المكافأة في شهر فيفري ولكن هذا الناس اللي يغصف راح تطلب منكم الغيب يعني الغولفيد بونكار اذا كان ما عندهمش راح تطلب منكم الغولفيد بونكار باش يبعتولكم هذه المكافأة العاطلون على العمل والمسجلون في بولون بولوان ثاني راحين يتحصلوا على هذه المكافأة تعمية اورو في شهر جنوبي إن شاء الله المتحصلون على المساعدات مثل الاغاسا والآآش والآآس يتحصلوا على هذه المكافأة ترسلهم في شهر جنوبي الناس اللي يخدموا معالي بوات انتغي راحين يتحصلوا على المكافأة تحم ثاني في شهر ديسمبر وهذا الناس إذا كانوا ثاني في النغيد مالادي ولا اكسيدون دي تخاباي ولا رايحين يتحصلوا على هذه المكافأة كذلك بالنسبة للنساء اللي راهم في العطلة الأمومة أو كونجي دي ماترنيتي الكاف هي اللي راح ترسل لهم هذه المكافأة وليس صاحب العمل يعني مش الباتخون تحم اللي يرسلها لكم كما حكيت لكم عن الناس اللي راهم عن اكسيدون دي تخاباي ولا رايحين مالادي صاحب العمل هو اللي يعطيهم هذه المكافأة وليس السكيروتي سوسيال كما حكيت لكم عن الناس اللي راهم عن اكسيدون دي تخاباي ولا رايحين فإن شاء الله تكونوا استفدتم من هذه المعلومة إخواني أخواتي ولو أنها يعني ميما عنيش أنجست من الحكومة الفرنسية كاي اللي تفيدهم كاي اللي خلصوا بهم تري سيتي كل واحده كيفاه هنا إخواني أخواتي رايحة نفتح قوس حنتكلم على الشعب الجزائري والشعب المغربي يعني إخواني أخواتي تلقيت بعض التعليقات يعني مشي بزيزت تلقيت بعض التعليقات فيها نوع من العنصرية فيها نوع من العنصرية بين الشعب المغربي والشعب الجزائري وذلك بعد لوماتش للجيغي كما ربحت كما تعرفو تلقيت بعض التعليقات فيها نوع من العنصرية ولكن إخواني أخواتي كونوا خاوة خاوارها عندنا دم واحد وعندنا دين واحد وعندنا ثقافة وحدة وتقريبا تاريخ واحد لا للعنصرية إخواني أخواتي نحن هنا نديجة عيشين في الغربة عيشين في الغربة وعندنا العنصرية من الأوروبيين ما كان لا نزيد وندخل العنصرية مبيناتنا أخوتي أخواتي كونوا عاقلين وخدموها في عقولكم ما تدخلوش في السياسة الشعب الجزائري والشعب المغربي عندهم تاريخ واحد وعندهم ثقافة واحدة وتقاليد واحدة ولغة واحدة ما كان له ندخلو في السياسة المسؤولين المسؤولين المغاربة المغربيين ولا الجزائريين كي يحبوا يتخذوا قرار مش رايحين يطلبوا الأذن من الشعب الجزائري أو المغربي إخواني أخواتي لا لي الفتنة لا لي الفتنة رانا خيان رانا دم واحد ولغة واحدة وكلمة واحدة ولازم ننظروا مستقبل واحد إخواني أخواتي إن شاء الله المساج هذا وصل ونتمنى إن شاء الله من زي تش نشوف تعليقات كما هذو يا رب العالمين أربي إن شاء الله ينزل الرحمة بيناتنا وإن شاء الله النجاح للشعب المغربي والشعب الجزائري والشعب الإسلامي عامة إن شاء الله استفدتم من هذه الفيديو أخواتي أخواتي نلقاكم في فيديو أخرى لا تنساوش بركة الفارتاج ولا لايك الفيديو باش تصل المعلومة وشكرا لكم والسلام عليكم